السلام عليكم. أنا اسمي عبد الصامت. أريد أن أعود لكم القصة اليوم التي فيها الكثير من العبار و الكثير من الرسائيل التي تقدرونها في حياتكم الشخصية. كانت قصة مؤلمة ولكن أريد أن نأخذها بطريقة فكهية لأننا تجاوزنا هذه المشكلة. أريد أن نأخذها بطريقة فكهية بسيطة لكي يتأزم. والحمد لله تأخذ الأمور ببساطة ونصغروا المشكلة. أريد أن نكبرها. أريد أن تقول العنوان القصة لي هو تصادم جوج تقافات العائلات. عائلة معاصرة وعائلة عندها تقاليدها والتقاليد الأقدام في وقتنا هذا. بالصح باقي عائلات اليومنا هذا باقي محافظين عن تقاليد الأقدام لما يتمشون مع العصر الحالي. الكثير منكم يقولون تقاليد ربيهم كبرنا. أه كبرنا ولكن الثقافات تسير العصر. أريد أن يكون موافقا مع القاضية للتقاليد الأقدامي يبقى تدابة في هذا العصر. نحن نحافظوا لذلك التقاليد للناس في عصر الجاهلية وندفنوا البنات. فهمتوا؟ الوقت تزيد والتقاليد تطور. هي تبقى محافظة على الأصالة ولكن تطور. لا لنا بدأ لكم بلما ندخلوا في السياسة والفلسفة. لا تتحرك شيء ما علينا. أنا في الضيار الفرنسية. يعني الوالد لي والوالدة لي كان الوالد والي كان تماما. وتجوج الوالدة والوالد لي قديم تماما. قديم تماما في الضيار الفرنسية. أنني أساس كبرت الزدي ذات مفرنسية في الداياق الفرنسية ولكن الذي يجعلنا حافظه الأصال المغربية كان هذا الفرنسي، كان للأصال في الدار تعلمنا العربية وتأتي إبناء للبلاد إلى ذات مفرنسي، فرنسي بحافظة أصلاق التجارة المغربية لا إلا أصدقائنا دينا مغربية ويأتي من البلاد، في كل عام يأتي بنا لتأتفاعل حافظ ل eben la basura مغاربة أريد أن تشاهد المغريب ولكن مغريبي أصل أبي عن جد ما علينا كبرت كملت قرايتي الحمد لله سهل لقيت خدمة استقريت وبقيت في يدك البليل والد وخدمت يجب أن نقول إما أريد أن نقول أو يجب أن نقول صيفنا بطول البلد هذه سنة مؤكدة يجب أن نقول شهر يجب أن نتزار ونصافر ونرى العائلات ونرى ذلك أنا من اللي تعزلت على الوالد والذي تساكن بوحدي يعني بدأت تدخلني ذلك الفكرة لأنني أريد أن نزوج والفكرة هي نزوج بنت البلاد بنت البلاد كانت ترى أمي كيف كانت تتعامل مع الوالد والوالد رباه فينا هذه الوطنية والمغربية وكان عودنا على ابناء البلاد البنت البلاد هي الزكا مالقاوري يردوز مع عشر سنين تلقى واحد حسن من أنك تقول لك الله يعاون وفهمتي يعني مش احتقار للجور ولكن هذه تقافتهم هذه الرأي دي لهم ولكن أنا بقيت فيها هذه خسين تزوجها مغربية وربا كبير أهلينا بقيت ندخل فيسبوك هذا في 2018 بقيت ندخل فيسبوك تعرف على هذه تعرف على هذه تعرف على هذه هذه حتى قدرت مع واحد البنت قدرت مع واحد ندخل في الغرف في أنت تسكنت في أنت تسكن أنا فين هادي فين هادي صافية تطورت على قبيناتنا دووزنات قريبا واحد شهور رحبط المغرب بشي تشفت لائلات لقي تنويها بنت مؤدبها مخلقة كتاب تدار هي من واحد المنطقة قبل أن نذكر البلاد دي لها من واحد المنطقة وهذه المنطقة لديهم كل مرة تنجيب الضان ونعرض عليها تكون معنا شيئا أو هذه لنقرب ها من الهائلة بقيت من نقول الوالد والوالدة قلت لأمر هذه البنت التي سأخذها وقدرنا وقدرنا في الكثير الحوايج وقدرنا لديها الكثير التجاريب لم تستطيع من المغرب سيكون صعيحة تعيش معها ومعند غرض أنها تمشي أو تقلس قلت تجارب لتسمع فرنسا وقلت أنها تريد أنها لا لا لن لن لأنها مواقف لتعرف الطينة وعرف الطينة وعرف أنها في العيالات سأخذ لنقرب المرأة لأنها في دماغ لأنها لنقرب رجال تتحب صورة قارئ وواعي ومطور لا تقرب سأخذ لنقرب أنت تكون رجل وتقدر مقويماتك وتقدر كل شيء لك أنها فيها تدفو وخمعت شنو تديرها صاحبي أنت تفرش لها الورد في الناس في طريق الناس نتودي وزفق منك وتوفر لها على الرجول التي ستقدر تحلم بها أي مرة هذه هي ما علينا هذا البنت عدية أنا عمرت لي قلبي وكبر بيناتنا الحب ورقيت فيها الأصالة ورقيت فيها الكثير من الحواج وطنية المغربية وموت على بلادها ومتقفة وطنية المواضيع ومعصرنا يعني العصرة ندخلها في الدم وبقى ستعودها إلى ساقتين رحا يلتير رحا نتقفلنا فلانيا ورحا ندوم تقاليد وطنية العرص رحا يكونوا عندنا التقاليد هادو 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 حد دخلنا في موضوع دي الجواج يعني وصلت 2019 وصلت 2019 يعني دوزنا تقريبا واحد 11 شهر أهم ما كاملش وحنا كنا ندروك نبغيو بعديتنا نرجع لفحالي الفرنسا ونعود نرجع عندها وهي غادا وبقى بقى تواصلت لها بزاف بزاف دي التجاريب بزاف دي التاست ونجحت فيهم كامل ليس حيث ما نتقش فيها ليس تطافين وغمالة ناس سيدا ما كان عرفهاش يلا تعرفت عليها وعام ما كان فيش باش تعرفها ذاك بإنسان أهلينا صافي بديت نظر مع الوليد الوليدة قلت لهم صافي نرغ نوجد الأمور ديالي خطنا ما نخطبه البنت إياه هادوك نظرت معهم اهبطنا البلاد وضعنا معهم حيش احنا كنجيو كلها شهر ستا كنجيو البلاد جينا في شهر ستا في 2019 جينا في شهر ستا بقى دك ساعة مكينة كورونا الأول ودك ساعة جينا في شهر ستا عبطنا البلاد في 2019 عبطنا البلاد مشينا عندهم في واحد ميطاقة عفترة عفتش حديل الطريق ووصلنا عندهم ما هي كانت بعيدة عليهم هي كانت تخدمة في المدينة وكانت بعيدة عليهم وذكرنا اللي غانجو في حناية أعلمتها وتفقنا ودرنا البرنامج ديالنا ومشينا عندهم الدار خيال من دوار وجدو ملاد في الأرض ومن طباية هم تقلصوا في الأرض ليس نساعدة ما أو أن تقلصوا في الأرض أقلصنا وكان ذلك غير صغير وهم كمسكنو فيها بداية عندهم الفيرما ومتجاج وانهو احمقني على ذلك المنظر أعجبني هذا العيش بزيير 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 أعجبني المنظر وتحمست وعجبني الحال تتا. قلت سأمر بهذا الأقلح في الصيف ونقلس معهم ونشم الطراب ونشم البقر ونسرح معهم يعني عجبني هذا المنظر الفيلمة والبدوية البسيطة يعني عجبني هذا الشيء مهم دخلنا رحبوا بينا وقاتي عدروا يجبوا ذلك الغيطة الهوم والطبالة والمسمن والبطبوط وزيط البلدية وعطينا على الخيورات تبارك الله ورحبوا بينا ودروا لينا نحن في جبهتي ونحن في الدي ودروا بينا واحد الاستقبال فولكلوري كبير وبدأنا مريحين الوالد عدر معه حيث هو ما عنده محتقاليد البنت ما كتكون جزاق النار البنت كي يخبروا لي عشق ما كتشوفهاش والرسل كي يقلس مع الرجل والمركت يقلس مع المرأة أعزو الوالدة الدوام على عيالات بناتهم العيالات الدوار ديالهم ودك شيء ومها وخواتها ودك شيء ما يدخلوها الوالد قلس مع الجماعة وشيخ القبيلة ودك شيء ما يقلس معهم وانا قاسب مع الرجال اللغماتان عدر ما تنتكلم الوالد اللي كي يهضر وارا بغينا ابنتكم لها السياد وادا والدي وحنا وادا 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 يوأ صافي خرجنانا الوالد مع البناش خرجت الوالدة تفقنا على النهار اللي غنجي وندروا فيه العاقد قال لك العاقد غديروا عدنا هنا نجيبوا ليكم العدولة الهن الضار وندروا العراسية ديالنار تلتيام ديال فاشطة ومكين وماتي يضرب ذلك الطريقة يجبني ذلك البساطة ديالهم صافي ما عديناش صافي خرجنا في حالتنا بقيت كانت تواصلنا مع البنت في تليفون تنظروا انتي واشغن ديروا قلت ليا راكين واحدة نقطة موهين ما خصك تعرفها عبد السمت قلت ليا نعم قلت ليا را الى ديالي را ضروري 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 خصوم هاداك العصافة انا انا او السروال وبدأ وهي شوي دور دكشيف الدوار في القبيلة را ضروري انا مشي تقدرت مع الوالدة قلت ليا را الناس اشبه ويديروا اشبه ويديروا كيرا يقول لك يبقى ليا را ما مبقى هذا ويريدا ما مبقى ليا فانت الوقت هذا والوالدة ما عاشبه لحال لا يعجبه وياسي لا يمشي بنادم غالط يعني انا اصبب الوالدة متخلف يعني ليس جاهل ولا مقاريش ولا موايش را الذي يبقى ليا مع وكبش لانتخلف دراجات ما مواكبش التطور التقافي والتطور ديال الوقت والعصرانه وبالذلك يعني قلت ليا الولدة انت لا تقولي بحلاقة رأي الناس أمري أننا مجدوا التقاليد لهم نقوم باتقاليد سوية الجديد أمريكا لنت أعدام ذلك ولا أريد أرى ذلك ولا أريد أن أرى ذلك اقتراد المرأة وبدأت تتوقف معي والدتوّة كانت لا أجباً أخواتي يوجد يوجد إمكاني إنه لا أقرب أريد أن نقوم بشكل حل ولكنه أسئل ونحن لا أضروا كل شيء سأريد ذلك أمريك يتوقف معي ومريك يتوقف معي مشاكلات يتوقف معي فقط قليلاً، ويشتدون هذه اللقطة وأنا أرى حالتنا الوالدة أنني أريد البنت وأنت تريدوني أريد أن تريد بسبب هذا الشيء البسيط أن تضيعني من البنت التي أريدها وكنت كل عام نأتها وبعد أن نقنعها ونقنعها ونقنعها حتى أخيراً وافقه قال لكي واخر لا يوجد مشكلة أنصبروا على هذا الشيء، ونمشينا داروا العرس عادتاً للبلاد الفرنسا طلبت منهم عادتاً يكون جديد الشواج لأنني لم يكن مشكلة أرجعت أن أخذت شهر أو ثاني أرجعت أننا نقوم بعمل العرس في شهر سبعة في شهر سبعة كانت أجمع وسبتهم كلها لأنني قلت لكم ثلاثة أيام ثلاثة أيام أرجعت ومشينا كل شيء يجب كل شيء يجب بخير وضعوا لها إلى ديالي أنا لم يكن لها إلى ديالي فهمتني لا أعجبني أنني لا أعجبني لديهم وفهمتهم ولا أعلم أنه يوجد أين موقع و أجعلوا هذه الطريقة وفهمهمهم نجح لا يوجد أن يأتي لديهم المضمات و الذهابات و أجعلهم أنهم لا أعجب و أنا أشعر أيضا وما قالت لديك الدكور أشعر أيضا أنهم يأتي لديهم وضعوا في بلاصة وواكتهم لديهم يعيشون رجالات نعم في هناك السوداء للأول وضع هؤلاء المشاهدين وضعها في القلسة وضعها مع مدينة هذا في الأساس يبقى السوداء في الحلقة ونبدأ لنرى أن نخرجها من كاملة من الوصلات التي دخلتها اللحظة لن تسمعني ومرض اليوم السرول يعني ينظر أن نخرجها نحن ونفرحونا ونحن لنا وعلينا الورد ونحناو وخواتات وذلك شي أنا كنت نرى العائلة ديالي بدأت نساحبو بدأت نساحبو وما بغواش يشوفوا ذاك المنظر شوية موت لبنت مشات عندهم اي او شي خوالاتهم مشوا عندهم فين غاديين قلتوا قالهم احنا ما بغناش نحضروا ذاك المنظر ما بغناش نشوفوا ذاك المنظر بالنسبة لي نرواية تقول والدة بالنسبة لي ان ذاك تخلف على ذاك الشي في العرز ديالي قلت ليهم تخلف او حاش من تخلف يقولون انني تعني ان هادي وبدو بتيهزو انظروا بان تلقاء يخلقنا انو مادارينا انتظروا اصحابانا اقلوا ابناني منك 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 وقالوا بناخدهم او الترايش وقالوا الجاهز وصداعات والبنت اتابع Affairs انا اتابعت محيطي في كل ناس معرفت ماذا でقع وناضي اولاد الدوارات اتابعوا اني ارسوا و بعدي وادقي جدا وعتي محيم فوضي اني اتابعوا تخلص نفسه نعلم أنت مستحيل تأتي بنفسه تمتضرب تحاطة بمتضرب الظروف ومعرفة وقال بأس خلاليني. وقالوا الهدان وقالوا الهدان. وقالوا الواليد والوالدات والأخواني والأماماتي. كل شيء يقالوا. كل شيء يدخلوا في البوست. اهجي مالكم شواقع. وقالوا يجب عليكم. ها هذه كتغلقيني أنا متخلف. ونحن دعونه. تقناوا مني منك. مني منك داروه لن حاضر. يمكننا التبع على قليل. سوف يجب عليكم البوست. سوف يجب علينا التبعات في حالتنا. يوجد أن يكون الإحساس الذي أدمره يقال فيها الحالة وأن الأعرس يزال في الفلاب يزال في الفلاب يجي وكل شيء يزال جيد وكل شيء يجب أن يحصل على سلطة كل شيء يجب أن تبقى المناسبة كل شيء يدفع في حالته وكانت مع أمارين الضار وقلت أننا في الضار أتبعنا أن تصلحوا مع الناس ويجب أن نستطيع أن يقولون وهم لا يجعلون أن نرى مراتي وعبت أحد روينا ونظر مع مراتي في التليفون وهي كتبكيه وتقول لي أنني لم أعرف ما يقعها أو ما هذا هذا صافي بقيت مني منك مني منك مني منك بقيت أن نظر مع أموالين الضار والعائلات وذلك شيء قلت لهم ماذا هذا الذي قدرت فيها هنا في عرسي عرسي سألوزونا في القوميسارية أو لم أعرف ذلك البوست وبقيت مع أم حتى صافي عودتاني رجعنا لعندهم رجعنا لعندهم قول هذا القضية بالمريضة من الوقت وشيء بقيت منذ دخولة وعندهم ودارنا وفي ذلك الوقت المسموح لعندهم لدي مرتبة أمه وقلت أن أتواصل معهم حتى أطولوا لي المدة وبقيت أن أمه لا تفكر المشكل حتى منذ شرط سعود وقلنا مني منك وعرضنا عليهم وقلنا على الفيشتاء وقلنا عليهم وتصالحناه وتصفات الخواطر تخيل مايا قدرنا تقريبا نقول ربع أيام كلها مرة نعي طولة شوية من قاعد ذلك النتلي كانوا تم معروضين وعوائلهم وعائلاتهم عرضنا اليوم كاملين أربع أيام كاملة تصالحوا عرضا لهذا اليوم وعرضا لهذا الغداء وعرضا لهذا تصالحنا ورجعت الأمور المجاريها وتقبلونا وتقبلناهم وقلبناها ضحكوا فيشتا وقنا كنت بدو دكشون وضحكوا عليه وانتي نتفتيني وانتي طيحتي لي وانا غضب تكشيرت البوست وذي وروينا وويدك عمر بلحنا وعاوتي رأى شي حويس ترى ورأى الحمد لله الحمد لله اللي تفاهموا بعدها في الأخر وقدرت أنا رجع مراتي ودباح عنها باخير اللي نرى عايشين فراسة وفراسة وفين متن قلسوا وتنقوموا بتبدو شي فيديوهات وتنقوموا بتبدو هذه الهضراء رأى ذلك الشي الحمد لله اللي خرجت الطريفة ما متأدتش واحد ما مطردتش شي حاجة خيبة كنشكركم بزاف على الاستماع وانتمنى تكونوا استفتوا شي حاجة من هذا القصة هذيرا باقي اللي دابة موقفية على الزواج وغي تدوج من شي بنت من شي راجل من شي من طاقة في شي تقاليد هل تفهم شوية التفاهم وتفهم شوية التقاليد لذلك الناس وتنقص انت من حسابك وانتقصوا ما من حسابهم لنشكر شيد يدوز في موضة ويدوز ذلك العرس بخير وبلا مشاكل وكان شكركم بزاف على الاستماع وكانت ديق تستعب تصامت